اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي التريند المحلي كيروش يضع لمسات الأخيرة استعداداً للمغرب بالتوفيق يا رب وأخيراً مدرب المغرب منتخب مصر أكثر خبرة من منتخبنا تصريحات نفسية واضحة جداً هنتكلم فيها برضو طيب المباراة المهمة أهم مطشين أو هما المطشين بس اللي حيتليعبوا المهاردة بالتحديد من ضمن المباراة اللي بتهمنا قوي سواء عالمياً أو أفريقياً مطشين في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أول مباراة الساعة ستة بعد أقل من ساعة من دلوقتي مباراة جامدية مع الكاميرون وتوقعوا فيها مفاجأة لأن الكاميرون بالمستوى اللي ظهرت به قدام جوزر وكومور لا مش المنتخب اللي يقدر ياخد البطولة بسهولة المباراة الثانية هتكون الساعة تسعة بالليل مباراة قوية جداً 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 ما بين بوركينافاسو وتونس وتونس أكيد منتخب شقيق نتمنى له كل التوفيق الشعب التونسي أكيد شعب حبيب جداً بوركينافاسو سامعك أنت اللي عايز تونس تخسر عشان عليه معلول يرجع لكن كده كده الظروف يعني ضد النادي الأهلي شوية خلال الفترة دي فدي أهم وأبرز المباراة النهاردة خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل بقى كل التفاصيل التي تتعلق بالنادي الأهلي وكواليس كتير جداً جداً فبالتالي استنونا يلا بينا في حياتي في حياتي ما شفتش حظ أسوأ من حظ النادي الأهلي في الفترة الحلالي إصابات متتالية بشكل غريب بشكل غريب وعناصر بتقع منك من القايمة اللي أنت كنت يعني بتأمل في الاعتماد عليها في كاس العامل الأندية عشان تقدر تلبي طموح جمهور النادي الأهلي اللي هو طموح من غير حدود لكن للأسف الشديد الظروف كلها عكسك أنت ماشي في اتجاه والظروف واخدك في اتجاه تاني خالص الظروف دي هتخلي الأمور بالنسبة لك عاملة إزاي هتخلي الطموح عند جمهور النادي الأهلي يقل وخلينا نتكلم شوية بمنطقية وواقعية عشان ما نبقاش إحنا متخيلين إن الأهلي حيروح كاس العالم طبعا ما فيش حاجة بعيدة في القورة وفيش حاجة بعيدة عن ربنا وكل شيء وارد يعني بس فيه وقعية ومنطقية لازم إحنا نكون بنتكلم فيها بشكل طبيعي أول حاجة تعال كده واحدة واحدة نتكلم هو كاس العالم ده إيه هدف أساسي من ضمن أهداف جماهير النادي الأهلي بل كمان من ضمن أهداف منظومة النادي الأهلي حد يختلف على كده أبدا 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 ما حدش يقدر يختلف الأهلي بيشتغل على حلم كبير وهو أقل تقدير إنك توصل نهائي كاس العالم أقل تقدير ولو الظروف سنحت ومن خلال تعقودات وقايمة قوية في وقت من الأوقات إنك تاخدوا البطولة هتحاول وحتشتغل على كده لأنه هو ده تموح منظومة الأهلي ها وده تموح جمهور النادي الأهلي فكل الناس اشتغلت على الموضوع ده فبالتالي إدارة النادي الأهلي عملت كل اللي عليها بصراحة يعني بصراحة السنة اللي فاتت دي مش السنة اللي فاتت نتكلم في أربع داخلين في خمس سنين دلوقتي الإدارة شغالة بشكل مميز جدا وده مش كلام للاستهلاك من خلال شاشة قناة النادي الأهلي أبدا ده كلام واقعي الناس عملوا اللي عليهم من خلال إن هم جابوا جهاز فني محتر حلو جابوا لعيبة ممتازة جدا فبالتالي إدارة التعقودات اشتغلت وعملت كل اللي عليها حلو الجهاز الفني نفسه عمل كل اللي عليه واشتغل بالشكل المطلوب منه على مدار فترة طويلة فاتت لك أن تتخيل إن قايمة الأهلي هذا الموسم هي أقوى قايمة للأهلي على مدار عدد من السنوات السابقة عشان ما كونش ببالغ أقول سنوات كتير لا هي أقوى قايمة لكن في نفس الوقت الظروف كلها ضدك إصابات بشكل متتالي وبالإضافة طبعا لإيه لتعارض الموعيد ما بين كأس الأمم الأفريقية وكأس العامل الأندية التعارض الغير منطقي والغريب جدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدنا نقول ليس كل ما يعرف يقال وكل مش عارف إيه ما قاله الهوى كلام كان يتقال كده وخلاص يعني فللأسف الشديد لأمور كلها ضدك هتيجي بقى واحد دلوقتي يقول لي يقول لي طب ما هو أصلي الجهاز الجهاز الطبي مأثر هكلمك على الشقة الطبي في النادي الأهلي الأهلي عمل كل اللي عليه كمجلس إدارة ومسؤولين في النادي الأهلي على قطاع الكورة عملوا كل اللي عليهم أحدث الأجهزة موجودة جهاز طبي اتغير حتى بالمناسبة جهاز الطبي اللي فات كان كويس ماشي بس الجهاز الطبي الجديد موجود برضو الإصابات هتيجي تقول لي طب ما هو إيه الحل فين المشكلة فين في التأهيل في مدرب الأحمال أكتر من مدرب أحمال تغير أنا أتكلم معكم بكل صراحة ومدرب الأحمال الحالي ممتاز وجهاز الطبي الحالي ممتاز هتقول لي طب إيه دليلك هقولك أنه الفترة اللي فاتت قبل كم الإصابات اللي في وقت واحد ده ما كانش عندنا إصابات غيرها تقريبا محمود متولي اللي كان كل شوية يعني عنده زي وسواسة كده شوية في حتة النوا خايف يرجع لا أتبقى أشوف نفسي الدنيا ماشية أزاي مش عارفة حاجات يعني خفيفة المحمود متولي ودلوقتي الأهلي ما أصرش معه وده قطر هناك بيتعالج وهتكلمكم على محمود متولي فرص لحقه وفرص لحق كل واحد بكسل عمل أندية دلوقتي يعني فمحمود متولي هو الوحيد اللي كان بيتعرض للإصابة مثلا هو الوحيد اللي كان بعيد عن لادي الأهلي في معدة زلك القايمة كلها كانت يعني جاهزة كله جاهز وكله حتى بدأ أكبر دليل على كده أن أنت كلما الأهلي قبل أي مطش موسمان يعلن قايمة الفريق يقولك طب تستمعت فلان وفلان وفلان ليه عشان هم جاهزين كده كده فإحنا كالجمهور بنسأل طب الناس دي استبعدت ليه معنا كده نمكنش في إصابات فالأمور كيتمشي كويس كل واحد عامل اللي عليه للآخر للآخر لكن دايما دي حاجة بتاعة ربنا ده قدر بتاعة ربنا ما فيش اعتراض عليه أبدا أبدا يعني ظروفك جات كده الفترة دي هل ده حيقلل من عزيمة الأهلي هل جمهور الأهلي نفسه حيقلل من عزيمة اللعيبة أو المجموعة اللي هتروح كاس العالم لأ برضه لأ مش ده جمهور الأهلي لأن أنا سمع نغبة إحنا هنروح نعمل كاس العالم إيه ودخلت من شوية كده على تويتر لقيت مثلا حد كاتب إيه قال لك يا جماعة إحنا الأحسن لنا إن إحنا ننسح من كاس العالم لا يا حبيبي مش الأهلي خالص خالص مش الأهلي اللي يعمل كده أيا كانت الظروف الأهلي في عزيم هو عنده مجموعة اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر ربنا يا رب يكرمهم ومنفقهم يا رب بإذن الله بكرة في مطش المغرب وعلي معلولي في تونس وقال يو ديانج رجع حتى وقال يو ديانج كان موجود مع منتخب مالي في عز التسعة العيبة اللي كانوا مغايبين على النادي الأهلي الأهلي عمره ما فكر في حتة الانسحاب دي عمره لأن ده الأهلي بأي حد حيلعب آه ممكن النتائج ما تكونش بالشكل اللي إحنا كنا مترقبينه أو متوقعينه أو لم نطمح ليه لكن في نفس الوقت إتا هتروح وحتعمل كل اللي عليك وحتموت نفسك في الملعب شفنا شباب الأهلي اللي لعب في كاس الرابطة كان بيموت نفسه إزاي حيموته نفسهم حتى لو هم اللي شاركوا لأن احنا نفسه عندنا مجموعة من الكبار المميزين جدا أصحاب الخبرات وممكن تعمل توريفة مميزة تقدر أن انت تظهر بالشكل الجيد أي واحد هيلعب بتيشرت النادي الأهلي حيموت نفسه حياكل النجيلة عشان يعني يظهر بالشكل الكويس اللي يرضي طموح جمهور النادي الأهلي فإحنا كنا رايحين على إيه كجمهور النادي الأهلي وأنا واحد من حضراتكم يعني أنا كنت حطت في دماغي بصراحة السنة دي إن إحنا نعدي منتري ونعدي بالميرس ونلعب النهائي مع أي حد بقى تشيلسي أكيد تشيلسي يعني ده اللي أنا كنت حطه في دماغي بصراحة لكن نظر للظروف دي التموح بتاعنا ابتدى يقل غصب عننا غصب عننا إحنا بنتمنى إيه دلوقتي من نادي الأهلي بمنتهى الصراحة والوضوح نتمنى إيه إن الأهلي يروح يأدي أداء جيد ويعمل كل اللي عليه وياخد بالأسباب ولعله عسى وارد جدا إنك تصعد وارد جدا إنك تتخطى منتري رغم أن عندهم لعبة جمدة قوي قوي يعني قوي فريق محترم ونشوف المنتخب المكسيكي بيكسب بره أرضه وكلام من ده لكن في كل الأحوال هيا دي كرة القدم بظروفها بحلوة ومرة لازم تتعامل مع كل الظروف اللي بتقابلك فإحنا ثقة في الله ثم ثقة في الجهاز الفني واللعبة اللي حتكون موجودة مع الأهلي في كاس العالم إن شاء الله بإذن الله يعني يقدلنا أداء كويس وبإذن الله يفرحونا بشكل أو بآخر على قد ما يقدر لأن خلي بالك ده مش تقليل أبدا من إمكانيات اللعبة اللي حتروح أبدا هو بس حتة إن عدم الإنسجام والتوليفة ما لعبتش مع بعضها كتير ده ممكن يأثر بشكل أو بآخر هي دي النقطة لكن أي لعب موجود في قيمة الأهلي في يوم الشباب وحرككم شفتوا بعنيقكم لعبة تقدر تشيل اسم النادي الأهلي وتقدر تقدر 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 بشكل كويس ده فيما يتعلق بكاس العالم بالتالي أقول لحضراتكم بقى صابت الأهلي والأمور ماشية ومين ممكن يلحق ومين ممكن خلاص أو مش ممكن مين أكيد مش هيلحق فتعالا نيجي بأول لاعب أو آخر لاعب اتصاب وهو بيرسي تاو اللي الأهلي متعاقد معاه كاسم كبير كلعب مميز جدا وشفنا قدراته في بطولة الدورة عاملة إزاي علشان نروح كاس العالم بالقوة دي باللعيب ده لكن للأسف برضو سوق الحظ اللاعب جاله مزق في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مرات سموحة فبالتالي حيغيب من 4 إلى 5 أسابيع فبيرسي تاو برا كاس العالم برا كاس العالم اللي حنطلق يوم 5 فبراير كمان كم يوم يعني فرسمي كده بيرسي تاو والناس كانت بتقعط تقول المسلماني يا عم انت با متلعبش الفريل الأساسي ليه اللاعب الأساسية ليه الراجل كان خايف على الإصابات بس للأسف برضو الإصابة جت في كل الأحوال في حالة بيرسي تاو في حالة بقى لقدر الله الله لا يقدر منتخبنا ما وفقش بكرة في مباراة المغرب فانت عندك مين محمد الشيناوي محمد الشيناوي عنده شد في الخلفية من الممكن من الممكن انه يلحق او المباراة في كاس العالم في حالة الله لا يقدر خروج منتخبنا يا رب منتخبنا يكسب يا رب بكرة بإذن الله واحد أحد تمام ده فيما يتعلق محمد الشيناوي فالفرص نقدر نقول ايه 60% لحاقه 60% فقط لغير تعالوا بقى عند حمد فتحي حمد فتحي مباراة نزل فيه التدريب بتاع منتخبنا الوطني في جزء منه عنده وجهات في العضل الضمة بنسبة كبيرة حيلحق في حالة لقدر الله خروج منتخبنا الوطني فحمد فتحي حط 70-80% ممكن يلحق اكرم توفيق بره صليبي بدر بنون بره منضعفات كورونا حسام حسن عنده شد في السمانة او مزق في السمانة فبالتالي حسام ممكن يلحق بالمناسبة النهاردة حيتحدد والتمرين شغل دلوقتي مع حضراتكم هحاول أجيب لكم الخبر أقول لكم حسام حسن ايه الموقف النهائي بالنسبة له او مش ممكن يبان النهاردة ممكن يبان بكرة كمان فحنشوف الأمور ايه بكرة ماتش الأهلي كده كده بس هتبان برضو يعني موقف حسام حسن لكن ممكن يلحق لعب من ضمن العمل ممكن يلحق صلاح محسن كسر في مشط القدم فبالتالي بره كاس العالم محمد محمود شد في الخلفية بنسبة كبيرة بره كاس العالم نسب لحقه أقل بكتير من 50% محمود متولي بالمناسبة بقى وده اللي كنت عايز أقول له حضراتكم محمود متولي دلوقتي في قطر بيعمل التأهيل هناك والأمور بالنسبة له ماشي بشكل كويس حيطلع من قطر على الإمارات على طول مع الأهلي في كاس العالم بإذن الله ممكن يكون جاهز بس حتى لو جاهز بحون توالي بقى له كتير ما بلعبش فحيكون بعيد نسبي أحمد نبيل كوكم ضعفات كورونا بره عمار حمدي يلحق لأنه عنده قدمة بس في القدم فبالتالي يلحق بالإضافة طبعا لعودة ديانج موجود تمام وموقف عالي معلول هنعرفه النهاردة نتمنى له التوفيق مع المنتخب التونسي والثلاث لعيبة للمقصين خاصة بالنادي الأهلي في هذه الظروف الصعبة اللي بيواجهها النادي الأهلي في الفترة الحالية هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أخرى هنكتلم فيها فبالتالي استنونا يلا أهلا بحضراتكم من جديد عايزين نتطمن بشكل أكبر على استعدادات الأهلي لمباراة بكرة كمان عندنا مباراة مع البنك الأهلي هي مباراة بالنسبة لنا في إطار الاستعداد لكاس العالم الأندية بالمجموعة اللي موجودة معك حاليا وبعد خروج الأهلي بشكل رسمي من بطولة كاس الرابطة عارفين أهداف الأهلي من البطولة دي كانت عاملة إزاي فبالتالي عايزة أروح سريعا لزميلي العزيز فاروق صلاح مرايس القناة الأهلي عشان أتطمن خلاله وهو موجود فيه استاد مختار التيتش على كل الأمور اللي بتتعلق بالفريق في الفترة الحالية واستعداداته الكاس العالم خصوصا أن فاروق حيكون موجود مع الأهلي في كاس العالم ويقول لنا كل الأمور فبالتالي يا فاروق برحب بيك كل التحية لك يا مير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بك يا فاروق يعني الظروف كلها عكس النادي الأهلي في الفترة الحالية عايزة تطمن من خلالك على كيف سيتعامل أجهاز الفني مع هذه الظروف الخاصة بالإصابات والخاصة باللعيبة الدولية والكلام ده وآخر التطورات بالنسبة لإصابة حسام حسن تحديدا هل من الوارد أنه يسافر مع الفريق لكاس العالم ولا لا يعني خلينا أقول لك أمير في البداية يعني هي وحدة من أصعب الظروف اللي جمعت يعني مشاركين يعني ضمن مشاركات الأهلي في كاس العالم الأندية هي وحدة من أصعب الظروف طبعا في ظل الإصابات أنت كل فترة وكل يوم بتتفاجئ بإصابة أحد اللعبين طبعا كان آخر الإصابات يعني بعد الإشاعة ليه درس تاو يعني تضح إصابته بمثل في العضلة الأمامية وزي ما أصرح الدكتور سامة مصطفى اللي هو طبعا قائم بعمال طبيب الفريق هتطراح البوضة الغياب من أربع أسابيع إلى خمس أسابيع بالنسبة لحسام يعني عايز أقول لك أني في محاولات بتجرة يعني محاولات مكثفة لحسام حسن أنا بالتعافى أنا بأسألك على حسام ليه لأنه يكاد يكون هو المهاجب اللي حيكون وحيد معك في البطولة لو حيلحق لأن شريف مع المنتخب بالضبط بالضبط يا أمير لذلك إحسام حسن عايز أقول لك أنه في جلتات بتجرة يعني يعني إحسام حسن مرتين في اليوم يعني إحسام حسن بيسابق الوقت الجهاز الطب أيضا بيسابق الوقت لكن أقدر أكد لك بإذن الله بنسبة كبيرة أمير إن شاء الله يكون موجود مع الفريق في أبوظابي إن شاء الله يعني يتحرك من قطر للأبوظابي هنضم لباعت فريق الناد الآلي طبعا بخلاف كريم فؤاد أيضا يعني برضو أطمن عليه موجود مع الفريق مين هو كريم فؤاد كريم فؤاد كويس تمام محمد محمود موقفه إيه محمد محمود بعمل في البردامج التأهيلي وغالبا يا أمير برضو بنسبة جدر إن شاء الله يكون موجود مع الفريق في الرحل لكأس العالم للأنزية بإذن الله أيضا من ربور المهم أيضا لما نستخل الـ 14 ساعة الحالية يعني في مجموعة أو يعني بعض اللعبين من النشئين النهاردة طبعا من تعارف كانوا موجود الجلسة التصوير الخاصة بصفر البعثة إلى كأس العالم للأنزية وإجراء مسحة الـ BCR الخاصة بالبعثة المتوجهة إن شاء الله إلى أبوظابي يوم الثمين القادم عايز أقول لك أن في الجلسة التصوير مجموعة من العبين النشئين ظهرت في جلسة التصوير من الأمور المحتملة برضو أن طبعا تعارفة أن القائمة هيتم إعلانها خدم بمشيئة الله قائمة الفريق المتوجهة إلى الكأس العالم للأنزية شايف أن في عدد من العبين النشئين من الممكن يكونوا موجودين مع الفريق إن شاء الله أمير في كأس العالم للأنزية أيضا المسحة التي أجريت اليوم لكافة أفراد البعثة المقرر صفرها إلى أبوظاب يوم الثمين القادم الفريق طبعا تعارف بكرة مباراة البنك الأهلي خلاص في ختام كاتر ربطة ثم سيكون تم مرام اليوم الثانيين يوم الصفر إن شاء الله سيكون تجمع تجمع الفريق صباحا في ملعب مختار تيتش ثم التوجه إلى مطار القاهرة ومن ثم السفر إلى كأس العالم ومواعد الطائرة إن شاء الله يكون في تمام الساعر ربعة عصرا هذا برنامج الفريق حتى السفر إلى كأس العالم الذي عنده بإذن الله أمير ومعسكر مغلق بالنسبة للفريق من النهار ده صح؟ بالضبط أمير أمير بالنسبة للفريق خلاص معسكر مغلق للفريق برضو أعيز أقولك أن فرض حلم من السرية على مران للفريق اللي شايف برضو أعيز أقولك من النقاط المهمة برضو أمير أن اللعب محمد مصير اللي كان غاب خلال الفترة الماضية بعد سبوت إيجابية مسحة كورونا قدروا لك النقالات مسحته سلبية وموجود النهار ده يشارك مع الفريق في المران تعدادا لمبارات البنك الأهلي الناشئين شايف عدد كبير جدا برضو من اللعبة اللي ناشئين بدأت تظهر ثاني مرة ثانية موجودة يكون لهم فرصة في التواجد في المباراة أيضا بقى مع وجود طاهر مع وجود أفشا وليد تلمان مجموعة اللعبة برضو اللعبة الأساسية وياسر ورامي إن شاء الله يكون القوام إن شاء الله موضوع الإصابات عمار كادمة خفيفة يلحق عادي صح فيش مشكلة لا عمار يا أمير عمار موجود إن شاء الله مع الفريق العالم الأندية ومستر بيتس موسماني اجتمع مع عمار وقال وانت واحد من اللعبة اللي اعتمد عليها خلال الفترة اللي جاية فعمار بإذن الله موجود يا أمير بالنسبة للشقة الثانية من السؤال يا أمير شق تاني شغال على المحل الأداء في متابعة أداء فريق منتيري المكسيكي وقف على نقاط ضعف قطع بعض لقطات الفيديو الخاصة بالفريق في الأخر مباراني في الدوري المكسيكي وقال خلال خمس ست رقاءات الماضيين فأكثر من فارض داخل الجاز الفني شغال على أكثر من شق النادي لالي برضو وانير في الظل الظروف الصعبة جاز الفني في كلامه مع اللعبين نحن مطلبين بميداليا نحن مطلبين أننا ننافذ الظروف اتحدت أن الظروف صعبة جدا على فريق النادي لالي لكن هناك هدف أنا طالع أدافع عن اسم النادي لالي صح هذا ما نقول حتى لو الطموح عند الجمهور يقل بشكل طبيعي جدا بعد الظروف لكن لعبة النادي الأهلي اللي ستسافر ستحاول تحقق الهدف المطلوب بالنسبة للجمهور والنسبة لكل الأهلوية ده أمر مهم جدا يا فاروق أنا أشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز فاروق صلاح مرئيس القاعدة الأهلي قال لنا كل الأخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بكواليس استعادلات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بالمناسبة كبيرة تعويضا للغيابات الموجودة لو الأمور مشت بالشكل اللي بيرغب بالمسؤولين في النادي الأهلي أوكي ما مشيتش ما فيش مشكلة خالص عندنا فرقة كويسة بقول من الوارد ما بقولش أي خبر بشكل رسمي هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل استنوا أهلا بحضراركم من جديد نقف الملف الأهلي ونتكلم شوية على الحدث الأهم بالنسبة لنا وهو منتخبنا الوطني المشارك في كأس الأمم الأفريقية واللي بحمد الله وصل لربع نهائي البطولة دي وهي بطولة غالية على الشعب المصري كله لأننا واخدنا سبع مرات نتمنى أننا نفوز بها لمرة تانية فبالتالي سنقابل خصم قوي جدا جدا ومنتخب شقيق زي المنتخب المغربي في دور ربع نهائي مباراة ستكون غاية في الصعوبة هتمن حضراتكم على استعدادات منتخب مصر لكن في البداية خليني أروح سريعا عبر سكايب مع صديق العزيز الأستاذ جمال بنوار الناقض والمحلل الرياضي المغربي من المغرب عشان نتكلم معاه في استعدادات المنتخب المغربي وكيف يستعد المنتخب المغربي خلال الفترة الحالية وخلال الساعات القليلة المتوقية قبل مباراة الغد المرتقبة أمام المنتخب المصري يا جلال أهلا بك منوّرنا وحشنا كتير أهلا وسهلا كابتن أمير أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي بكل الجماعير المصرية الشرف دائما أن أتواجد مع كابتن أمير وكذلك الزملاء بقناة الأهلي وأطلع على الشاشة المصرية من خلال قناتكم الكريمة مرحبا أخي الكريم وقناة الأهلي مش غريبة عليك استضفناك مرة قبل كده معانا في الستوديو هنا في 2019 لو تفتكر صحيح بيتك أكيد أهلا بك إزاي بيستعد المنتخب المغربي لمباراة بكرة مباراة أكيد صعبة على الفرقتين يعني منتخب المصر ومنتخب المغربي لكن كلمني الاستعدادات ماشية إزاي جهزية اللاعبين بالنسبة لمنتخب المغربي رومان سايس سمعنا أنه جاله يعني كادمة في الكاحل أو إصابة خفيفة في الكاحل فعايزين نعرف إيه الأخبار بالنسبة لمنتخب المغربي من خلال معلوماتك أكيد زميلي كابتن أمير استعدادات المنتخب المغربي لها المباراة استعدادات خاصة في ظروف خاصة لأن الخصم من العيار الكبير الخصم من العيار الثقيل الآن نتكلم عن المنتخب المصري الآن نتكلم على ديربي شمال إفريقيا ديربي الإخوة الأشيقة بين المنتخب المغربي والمنتخب المسك يعني نعرف طبيعة الحال صعوبة المباراة قبل تقريبا ساعة من الزمن بدأت على ناصر المغربية في الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق المباراة وعموما تواجد أغلب اللاعبين بما في ذلك اللاعب غانب سايس كابتن المنتخب وباقي اللاعبين باستثناء باستثناء غياب لاعبين عن الذين تأكد أكيد غيابهم عن مباراة الغد ضد منتخب الفراعين والحديث عن الحارس منير المحمدي بسبب الإصابة بكورونا وكذلك المدافع الأيصر كرواني الذي كذلك أصيب بهذا الفيروس فيروس كورونا فبالتالي تأكد رسليا غياب اللاعبين باقي العناصر الوطنية هي موجودة حاليا رغم بعض الإصابات التي وقعت مؤخرا بسبب التدريب وظروف الرطوبة والحرارة وكذلك بعد احتكاكات البدنية التي تكون دائما أمر طبيعي أن يكون في تدريبات خصوصا بالقارة الإفريقية فكما قلت لك زميلي العزيز مباراة كبيرة استعدادات مختلفة عن باقي المباراة لأنه نفس منتخب المصري قيمة لاعبين كبار محمد صلاح والباقية لا بد أن يكون هناك عمل جبار من طرف المدرب منتخب وطن المغربي من خلال دراسة الخاصة ومن خلال كذلك محاولة الشرح لللاعبين منظومة لعب المنتخب المصري وكذلك اجتمالات توظيف مجموعة من اللاعبين فبالتالي أظن أن مباراة تكون سهلة على الطرفين لأننا نواجه أحد عمالقة طاريخيا كرة القدم الإفريقية والحديث أكيد على المنتخب المصري المتوجد سبع مرات باللقب الإفريقي الغاني أكيد يعني كلامك كله مظبوط وأكيد منتخب مصري منتخب كبير لكن في نفس الوقت جليل برضو منتخب المغربي منتخب كبير جدا شفنا المستوى في البطولة من المنتخبات المميزة قوي ماشيين بشكل كويس الخط الأمامي الهجومي حتى لو فرص كتير جدا من المنتخب المغربي شفنا في المباراة الأخيرة بالتحديد بخصوص الشق الهجومي أو بخصوص الاستحواز على القرى السيناريو تكتيكي معين بيفكر فيه ولا الأمور ماشية ازاي وهل المنتخب المغربي سيكمل بالسيستم الذي كان تدبيل بطولة أم لا السيستم الفني أعتقد أن لكل مباراة درفية خاصة وهذه مباراة مباراة ديربي شمال إفراقيا مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري ستلعب على جزئيات صغيرة وهذا هو الأمر الذي وجد على مدارب المنتخب الثاني مغربي أن يكون صباقا لدراسة المنتخب المصري لأننا نلعب على جزئيات صغيرة من قبل اتغلال ضربات الرقنية اتغلال ضربات الأخطاء التداريب كذلك على ضربة الجزاء لأننا في يومي كما نقول أن يكون مستعداد لمباراة فأكيد أن هذه المباراة مختلفة على باقي المباراة منتخب مالاوي أو مباراة دور المجموعة لأننا سنلعب ضد لاعبين لهم من التجربة لأننا صادقا بداية البطولة لمنازم المنتخب المصري ضد المنتخب النيجيري أتذكر جيدا في إحدى المجموعة الخاصة بالمحللين وكذلك الإعلامي الأفارقة قلت لهم أن المنتخب المصري سيعود في البطولة لأنه من التجربة وله من تجربة البطولة له نفس البطولة هذه تنازم في المباراة الأولى ولكن له من التجربة ومن النفس أن يذهب بعيدا في البطولة فأقول لك أن مدرب المنتخب الوطني مغربي يفتن جيدا لهذه الأمور وأكيد سيحاول أن لا يلعب بتلك الطريقة التي لعبنا ضد ملاو يعني الاستحواذ ودومينيشن يعني أن نسيطر على الكرة ونهجوم بإتقل الهجوم لأننا إذا مثلا أشرف حكيمي سعاد كثيرا أو كذلك مسينة ظهير الأيصر المغربي سعاد كثيرا فأكيد أنك ستترك فراغات في الخلق فلابد لأشرف حكيمي وظهير المغربي الأيمن وكذلك الأيصر أشرف مسينة أن يتحلوا بجانب دفاعي وأنا أقول أن يركزوا جيدا بشكل دفاعي وكذلك نسيطر على وسط الميدان لأننا سنلعب ضد عمر سليا عمر سليا في اعتقاد الشخصي أن عمر سليا أحد أفضل لاعبين في البطول لأنه يحمل المنتخب المصري على يعني ثقل مباريات المنتخب المصري فبالتالي سيكون في مواجهة كبيرة ضد ضد سوفيان أمر بطلاعب متوسط الميدان المتحدة المغربية فأظن أن 50% 50% أتمنى أتمنى وأعذروني أن لا يتكرر سيناريو مباراة مصر ومغرب في دورة الربع في كان القابون سنة 2017 لما تحوضنا في المباراة لكن كان هناك خطأ دفاعي ونزمنا بسبب خطأ في التقيام من هدف كهرباء نتذكره جيدا مررت تلك الهزيمة لأننا لعبنا جيدا ولم نستفيد بقى إن شاء الله بص سيناريو يتكرر وإن شاء الله منتخب مصري فوز طوعا أنا مصري وإنت مغربي فأكيد أنت ستتمنى المغرب وإحنا ستتمنى مصر فإن شاء الله أكيد إحنا بنتمنى المنتخب بإذن الله موفق بكرة في المباراة لكن خلينا أتكلم معك في شك تاني وهو يتعلق بالمواجهات التاريخية ما بين مصر والمغرب تاريخيا المغرب متفوقة بفريق كبير 13 انتصار مقابل 3 انتصارات فقط للمنتخب المصري 11 تعادل بين المنتخبين الكبار هل دي مؤشرات هل أرقام زي دي ممكن تدي دفع معناوي أكبر وثقة أكتر عن المنتخب المغربي ولا كيف يتعامل الجزء الفني مع هذه الأرقام سوف أكون صريح معك التاريخ تاريخ المواجهات ربما بين الفريقين هو لفائدة المنتخب المغربي لكن في غمار كأس إفريقيا هذه المنافسة بكل ظروف أظن أن المعطة التاريخية ذهبوا إلى الجانب المصري يعني مصر فتل سبع مرات المغرب لم 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 يفوز بهذه البطولة منذ سنة 1976 فيعني هناك هناك صعوبة لدى المغاربة يعني إحنا لو لو وصلنا ظور النهائي فأعتقد أنه إنجاز تاريخ لأنه منذ سنة 2004 لم نفوز لم نفوز في مباراة في الظور الثاني منذ سنة 2004 فبالتالي أعتقد أن المباراة المباراة صعبة صعبة جدا على المنتخب المغربي وأنا شخصيا أقول أن تجربة المنتخب المصري قد تدعوه تدعوه يعني في نظر أنه مرشح أن يفوز هذا المباراة لكن لكن أعتقد في العناصر المنتخب وطني المغربي لأنهم لعبين يريدون أن يبصموا وأن يكشفوا بميداد أخر أسماءهم في سجل كرة القادمة المغربية والأفريقية فبالتالي 50% 50% مع قوة نسبية للمنتخب المصري ليس متفق مع قوة نسبية للمنتخب المصري لكن هذه قوة نسبية للمنتخب المغربي أخيرا وبشكل سريع توقعتك لنتيجة المباراة بسرعة أتوقع إن شاء الله انتصار المنتخب المغربي واحد سفر من تشجيل نجم مدينة فاس العلمية يوسف المصيري أو تعادل والذهاب إلى ركلات الترجيخ مع تألق النجم المنتخب المغربي ياسين يا أستاذ يا أستاذ جلال بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله نحن كمان نتمنى المنتخب المصري هو اللي يفوز توقعاتك تقطع غلط بإذن الله لكن أنت شرفتنا ونورتنا وكنا سعداء جدا متواجدك معنا الأستاذ جمال بنوار صديق العزيز والمحلل الرياضي والناقض الرياضي المغربي كان معنا عبر سكايب وتكلمنا معي السعادات المنتخب المغربي هطمن حضراتكم كمان نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا قدام المنتخب المغربي التشكيل ايه أو الغيابات اللي هتكون موجودة معروفة خلاص الشيناوي برا المطش بكرة فبالتالي عندنا حارس بطل برضو هو أبو جبل بصراحة من الحراس الكبار جدا واللي قدر أنه يساهم بشكل أساسي في تأهل مصري الدول ربع النهائي وكمل مسيرة الشيناوي في المواراة بصراحة يعني فأبو جبل موجود منطامنين إن شاء الله حتى في الغياب الشيناوي حمدي فتحي أعتقد صعب جدا أنه يبتدي به يعني حتى لو مش جاهز بنسبة 100% أعتقد أنه ممكن كمان ما يبقاش موجود في المباراة أنا بسك على المستوى الشخصي في مهند لاشين لو لعب أو لو هو المدير الفني عايز حد بمواصفات حمدي فتحي في المركز رقم 6 بيعود الوينش عودة مهمة جدا حتى في الزل تواجد محمد عبد المنعم اللي أعتقد أنه حيكون بيشارك بشكل أساسي في ظل المستوى المبهر اللي بيقدمه بصراحة فلكن عودة الوينش أيضا إضافة بخلاف طبعا اللعبة كلها اللي موجودة بإذن الله يكونوا موافقين في المباراة في مؤتمر صحفي بعد قليل بالنسبة لمحمد صلاح كابتن المنتخب وكيروش المدير الفني ونشوف تصراحتهم قبل مباراة بكرة لكن دعوات كل المصريين أن بإذن الله منتخبنا يتأهل ويفرحنا بالوصول للنص النهائي علشان يبقى عندنا أمال أكبر وأكبر في الفوز بالبطولة ومش بعيد والله نقدر لأنه عندنا جيد مميز جدا بالتالي خليني أخد تفاعل حضراتكم وتوقعاتكم لتشكيل المنتخب بكرة وأيضا لنتيجة المباراة ونبتدي بمحمد علاء أبو علي واللي قال تحياتي لك يا كابتن أمير تحياتي لك يا أبو أحمد التشكيل متوقع أبو جبل عمر كمال ما شاء الله لعمر كمال حاجة جامدة بسم الله ربنا الوينش حجازي أحمد فتوح برضو النني عمر السلية مهند لاشين محمد صلاح عمر مرموش مصطفى محمد كل الأسماء اللي قلناها دي أسماء مميزة جدا وعملوا مطش كبيرة أو في المطش اللي فات الوينش بس المعيبش كان مصاب يعني يحيى عباد قال أبو جبل عمر كمال حجازي عبد المنع مفتوح عمان أشرف النني صلاح مرموش مصطفى محمد آخر واحد سريعا وهو محمد حمادة قال محمد أبو جبل عمر كمال عبد المنع أحمد حجازي فتوح مهند لاشين عمر السلية النني صلاح مصطفى محمد ومرموش دي توقعات حضراتكم للتشكيل بس ما قدت لحد كتب توقعاته للنتيجة في الحقيقة لكن في كل الأحوال واسقين جدا من منتخبنا وإن شاء الله يفرحونا من خلال مواجهة المنتخب المغربي غدا وإن شاء الله بإذن الله نفرح يوم التلاتة مع بعض في حلقة نديدة من برنامج التريند دي كانت حلقتنا النهاردة استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج إلى اللقاء